في الشكل حقيقة أنه في عهد رئيس السيسي كان فيه طفرة روعية في تمثيل وتمكين المرأة وتمكنها من إثبات كفائتها وتصديها للعمل التنفيذي والمجتمعي والعام كل الأمنيات طبعا بالتوفيق لمن تولت وزارة أو هيئة في التشكيل الوزاري الجديد والحقيقة أنه الكلام على الحكومة الجديدة مش بينتهي خاصة لما نلاقي أنه فيه أربع وزيرات في الحكومة في تمثيل نسائي خاصة لما نلاقي كمان أنه التغيير الوزاري الجديد فيه حضور قوي بهذا الشكل للسيدات القائمة الجديدة شملت أربع وزيرات وخمسة بوظيفة نائب وزير وتسع سيدات في منصب نواب محافظين نتكلم على طبعا معي الوزيرة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وأيضا مناير عود وزيرة التنمية المحلية يومنا البحار نائب وزير السياحة والأثار مارغرت ساروفين نائب وزير التضامن غدا لبيب نائب وزير الاتصالات عبل الألف نائب وزير الصحة صباح ماشالي نائب وزير الكهرباء